مثل التماسي يا ورده قاعد على الكراسي أبعد تماسي أحسن تماسي أجدع تماسي أنا أقول تماسي لا أحسن تقولوا أننا ناسي في الفيديو ده عادي هنحلي بس طبعاً ده ما يمنعش أن الواحد يضرب له لقمة بسرعة كده قبل التحليل عارف أنه هو عك أنه أنا أكل آيس كريم قبل الأكل بس ما بقدرش أمسك نفسي وصدى الحلويات إنها حقاً قطعة آيس كريم منعشة ده فرخ مع بطاطس هند ماد أن اللي عملهم ورغم أنها معمولة في البيت بس ده ما يمنعش أن بجد طعمها حلو ودي لقمة خفيفة كده على السريع شوية بطاطس بطاطس مع كام قطعة كده تشيكن فرخ ونغمسهم بالكاتشب والمايونيز وده آيس كريم ياباني وده أول مرة لي أن أنا أجربه ونقول بسم الله لأ أنا بقول نخلنا في الآيس كريم أحسن اللي إحنا عارفينه الكيمو كونه اللي إحنا متربينا عليه هيكون أرحم من ده بكتير ونخش على الآيس كريم اللي بعده آيس كريم باونتي اللي متصنع في كندا أيوة كده الآيس كريم ده حلو كمبيلت جوز هند ونخش على الآيس كريم اللي بعده اللي أنا مش عارف أقرأ اسمه ده بس مكتوب عليه أنه متصنع في فرنسا لا الله ينور عليهم فرنسا طلعت بتعمل بطنسة اللي حلو وكمان آيس كريم حلو يا طرى دي زي اللي عندنا في مصر بعد ما أخلص أكل هلية مكتوبة على عصايا مبروك سيبت آيس كريم تاني مجنان طبعا آيس كريم سنيكرز غنى عن التعريف طعمه حكاية أنا عندي استعداد أفضل أقول آيس كريم كده لحد بكرة الصبح بتقولي تحب مديني إيه أقولك الحلويات يا با أكاد ومن فرط الجمال أذوبه والسنيكرز آيس كريم فرنساوي الحتة اللي بتبقى في آخر الآيس كريم دي دي أحلى حتة أصلا بتبقى موجودة فيه علشان بيكون موجود فيه شوكولاتة ونخش على آيس كريم مجنم المتصنع في تركيا ده بجد يستحق إن احنا نقول عليه اختراع يا كوتش طعم الآيس كريم ده بالنسبة لجديد الآيس كريم دسم جدا بالضبط أكينك بتاكل كتعة تورطايا أو كتعة جتوب رغم إن أنا بحب الحاجة المسكرة جدا ورغم كده ما كنتش قادر أكله من كترة ما كان هو مسكر ونشوف بقى حكاية الآيس كريم اللي جاي من الولايات المتحدة الأمريكية ده أنا مش متفائل أسوأ حاجة ممكن تكلها بعد أكل مالي يتيم أنا أول مرة أشوف آيس كريم في عيش بجد طعمه سيء للغاية يخسارت فلوسك يا صابر ونخش على اللي بعد منه آيس كريم فانيليا باللوز ده بقى بوم تك كمبيلة لوز طعمه لوز صافي ما تحسش فيه بطعم الفانيليا ومتصنع في الكويت بجد الفلوس اللي دفعت فيه حلال أشقاءنا في الكويت طلوا بيعملوا عظمة وبعد يكي نخش على الآيس كريم المتصنع في أسبانيا مهتمين أو بتغليفه مغلفينه بطبقتين في الغالب المنتج اللي بقى متغلى في حلو بيكون منتج كويس المرة ده ما زبطتش بصراحة ما عجبنيش تحس إنه الشوكولاتة مركزة بطريقة قوية جدا تحس إن علبة الآيس كريم دي كان المفروض يا إما يخففوا الشوكولاتة بتعيتها شوية يا إما يضيفوا معاها طعم تاني ونخش على الآيس كريم اللي بتعم الفراولة نفس اللي فاتت متصنع في الكويت مش عارف ما دخلش مزاجي تحسوا طعم متدلع كده محتاج بنتها اللي تطلبه بس هو شغل مش يقول لا ونخش على الآيس كريم اللي بعده اللي متصنع في فرنسا مكتوب عليه بجد ده بوم بوم تاك ده طعمه بهززه طعمه جامد نكتفي بهزا القدر اليوم مش هاكل أكتر من كده علشان ما تخنشي وما تنسوه اشتصال الله عن نبي تحت في التعليقات وده اسمه علشان لو حد حبيب يشتريه لما أخزي يا جماعة نلاقي تلسة واحدة آيس كريم فهاكلها بالمرة لأننا ماشي بقاعدة لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد وحب أشكركم علشان كملتوا الفيديو للنهاية ويا رب يكون الفيديو عجبكم واشوفكم على خير الفيديو الجاي في رعاية وحفظ الله